اشتركوا في القناة نهاية المحصول ازاي انا بنهي المحصول بتاعي وامتا بقى قدي او المسؤول في الموقع او في المزرعة بيدي قرار انه هو يشيل المحصول بتاعه بدي قرار لما يكون الانتاج اللي انا بطلعه من الصوبة انتاج غير اقتصادي بالنسبالي كمنتج يعني ايه غير اقتصادي يعني الانتاج اللي بيطلع من الصوبة مش مكافي مش مكافي مش مكافي ايجار العمال اللي هي شغالة ومش مكافي تكاليف التسميد اللي انا بضيفها ومش مكافي تكاليف المبادات اللي انا بضيفها ببتدي ادي امر ايه بازالة المحصول وفي خطوات لابد مراعاتها ايه لشيل المحصول اول حاجة ان انا بمنع عنه المية والتسميد قبل ما شيل بسبوع علشان الارض لو فيها رطوبة تجف والمحصول او النبات المتبقي يمص ايه الرطوبة اللي فيها بعد كده بقوم بعملية تعقيم للصوبة من من الحشرات والافات اللي موجودة من الموسم الماضي وخصوصا الاكاروس العنكبوت الاحمر لانه هو من اهم الافات اللي هي بصيب المحاصيل الخضر وبالذات الخيار وبالذات في فترة الصيف اما في فترة الشتبة بتبقى الاصابة خفيفة شوية بقوم بعملية رش الصوبة بان انا بضاعف التركيز لان انا مش خايف على المحصول اللي موجود فبضاعف التركيز بتاعه عشان لو فيه اه اه افة في الصوبة بيقضي عليها قبل انا ما ايه ما خلع الصوبة والهم اللي يخلقوها وينتقلولي لصوبة تانية تقوم العدوى ايه تزيد باقي الصوبة فبعمل عملية الرش ديت وبترك الصوبة يوم ولا اتنين وببدأ ايه عملية تخليع ايه المحصول القديم المحصول طبعا في الصوب بيبقى مربوط على خيوط فالطريقة ديت اللي احنا بايه بنخلع بيها المحصول بنقوم بشد الخيط من النبات وبنجمعو في الممر وبعد ذلك ايه بنقوم بيقوم العامل بتجميعو ونقلو بر الصوبة ايه مباشرة يعني مبنخلوش وقت طويل في الصوبة عشان ايه سبب لناشئ صبا جديدة بعد ما نظف المحصول بقوم بتنظيف أي حشائش موجودة في الصوبة لأن الحشائش ديت زي ما انتوا عارفين بتبقى عائل لبعض أو كتير من أنواع الأفات سواء الأفات الحشرية أو الأفات الأكاروسية بقوم بعملية تنظيف الحشائش وإزالتها تماما وبعد ذلك بقوم بعمل حرك للطربة اللي موجودة بتاعتي مرتين أو ثلاث مرات بالجرار وبعد ما حرتها بالجرار مرتين أو ثلاثة بقوم برضو أعمل عملية عزيق لتكسير الألقيل الموجودة الكبيرة وتنعيم الطربة بعد ذلك بقوم بعملية تقسيم الصوبة لإحواض صغيرة لكي أعمل عملية الغسيل للطربة من الأملاح من اللي هي متبقية من الموسم الماضي عملية الغسيل دي مفيدة بتعملي عملية غسيل للأملاح بيبرد الأرض لأن الأرض تبقى حمية من الأملاح اللي فيها فعملية الغسيل دي بتعمل عملية تبريد للأرض بعمل عملية الغسيل دي تلات مرات أو أربع مرات عشان تجرى عملية الغسيل بالخطوات الممتازمة ولازم الأرض بتاعتي تكون جيدة الصرف عشان عملية الغسيل تبقى لها قيمة اقتصادية أو جدوة اقتصادية لما الأرض بتستحرس بقوم بعملية إضافة الأسمدة العضوية للأرض زي يستحسن أن أجيب سمدة عضوية معاقمة زي الكمبوست وهو بيبقى غاني برضو بالمواد الغذائية أو بالعناصر الغذائية بقى استعمل حوالي من لو هستعمل الكمبوست بقى استعمل من طن لتنين طن للصوبة لو بستعمل سبلة كاتكود بستعمل حوالي من اتنين لتلاتة متر للصوبة بعد ما بضيف الأسمدة العضوية دي بضيف عليها أسمدة كيموية زي صوبة رفسفات وسلفات بوتاسيوم وسلفات ماغنيسيوم وكابريت زراعي كل الحاجات دي بضفها على السمدة العضوية في التجهيزات للموسم الجديد وبقوم بعملية تقليب لها مع التربة جيدا علشان أعمل عملية إقامة المساطب وفرد الخرطيم وتخمير الأرض وتجهيزها للمحصول الجديد في أخطاء بعض الأخطاء الناس بتقع فيها إن هي ما بتعقمش قبل ما يخلع الصوبة فدي بيزيد من الإصابة في الموسم الجديد سواء تعقيم للأفات الحشرية أو سواء تعقيم للنماتودة أو الإصابة الفطرية في التربة زي ما قلنا بنعقم للأفات برش مبيد مضاعف التركيز والتعقيم للنماتودة بعقم بأي مبيد موصبية أو سواء بنعقم تعقيم شمسي بيبدأ من شهر 6 أو 7 عشان درجة الحرارة بتوصل بتعدي الأربعين في الجو العادي تحت البلاستيك ممكن توصل لسبعين وتمانين درجة مقوية كافية إنها تقتل كثير من الكائنات الحية اللي موجودة في التربة سواء فطرية أو نماتودية أو حشرية الأخطاء التانية اللي بيقع فيها الناس إنه هم بعملية المخلفات اللي إحنا بنكونها أو بنجمحها من الصوبة ما بيقوموش بتخلص منها بطريقة صحيحة لابد أن أتخلص منها بعيد البعد الكافي عن الصوبة سواء إن أنا أعملها كومبوست أو برميها في مقالب المخلفات اللي محددها المحافظة أو المنطقة اللي أنا شغلت تابع لها عملية التعقيم ديت المفروض أعملها سنويا ما أقولش إن الأرض بتاعتي ما فهاش إصابة ولا حاجة لا لإني المحصول اللي أنا بزراعه في الصوبة محصول مكلف ومستلزمات الزراعة اللي أنا بقوم بيها كلها عالية الثمن فلابد أن أنا أأخذ احتياطي وأعمل حسابي لكل كبير أو صغير الحاجة الثالثة إن أنا المحصول الماضي لابد أن يكون أنا أعرف هو نقصه إيه وإيه الأفات اللي صابته وإيه العناصر اللي هو كان محتاج لها علشان أعمل حسابي للموسم الجديد وأقوم بإضافتها سواء في التجهيزات أو سواء في برنامج التسميد اللي أنا هعمله للموسم الجديد يتوقف نجاح زراعة أي محصول سواء في الصوبة أو في الحقول المفتوحة على أعداد التربة جيداً للزراعة وذلك من خلال الحرث والتقليب وكذلك التعقيم في حالة إصابتها بالفطريات والنيماتودة هذه الإجراءات في بداية الموسم تضمن خلق مهداً مناسباً للزراعة الأمر الذي ينعكس بالضرورة على جودة المحصول وزيادة حجم إنتاجيته ترجمة نانسي قنقر